كرامة سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة ثقافة في الشارقة أربعة من مثقفي جمهورية مصر العربية ضمن ملتقى الشارقة لتكريم الثقافية التاسع في حفل أقيم في القاهرة بحضور الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة وممثل سفارة الإمارات في مصر مفدنا سعيد بوغازيين والتفاصيل من بين تسع دورات لا عجب أن تكون لمصر ثلاث منها والحديث هنا عن دورات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يحتف الآن في دورته التاسعة بأربعة مثقفين مصريين ممن خدموا الساحة العذبية في الجمهورية على مدارس نواة طويلة وذلك في حفل احتضنه المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة واستهل بكلمة للأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس وذلك نيابة عن معالي وزيرة الثقافة المصرية يعد هذا الملتقى بمثابة جائزة ثقافية جديدة وتكريما متميزا يضاف إلى رصيد الجوائز والتكريمات العربية ليؤكد جهود سمو حاكم الشارقة في رعاية المثقفين وأصحاب الإسهامات والعطاءات الفكرية في الوطن العربي وترسخ دعائم مشروع الشارقة الثقافي الذي بدأ منذ عدة سنوات ونتابعه في مصر بكل إعزاز وتقدير الملتقى وإلى جانب اهتمامه بتقدير المثقفين فإنه يعد رافدا لتعزيز العلاقات الأخوية بين دورة الإمارات والدول العربية الشقيقة كيف لا؟ وشارقة لطالما رعت الثقافة والمثقفين وبنت جسورا من التواصل الأدبي تتجدد البهجة والسعادة بتجدد اللقاءات الأخوية وتتعزز أواصر المحبة عندما تكتمل عناصرها التي يتوجها التواصل العربي والتعاون المشترك وهذا ما يجسده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وها نحن اليوم نمثل معا نموذجا لهذه المبادئ من خلال اجتماعنا في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته التاسعة وأتشرف في هذا المقام بأن أنقل إليهم تهنية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذا التكريم تقديرا لجهودهم وعطاءاتهم المخلصة نعم هي عطاءات مخلصة وهنا نجد اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقدير هؤلاء المتقفين متجليا في توقيع سموه شخصيا على شهادات تكريمهم في لفتة تؤكد متابعته لما أنتجته أناملهم من كتابات وما نطقت به أفواههم من كلمات وقبل هذا كله ما فاضت به عقولهم من إبداعات من جانبهم أكد المكرمون أهمية هذا التقدير مشيدين بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم الثقافة إبداعات الشيخ الدكتور سنبع من هذا المعزن الذي لا ينظر وتمثل دعوة لكل عربي إلى قراءة التاريخ واسترهام بروسة وإني لا أعتزل بهذه الجائزة الكبرى اعتزازا فاق اعتزازي بأكثر من خمسين جائزة ذلك أن هذه الجائزة التي بين أيدينا والتي نحن في رحافية جائزة موضوعية شاملة وإلى جانب الاعتزاز بهذا التكريم هناك من فاضت مشاعره فخرا مع التأكيد على مواصلة العطاء الثقافي ذلك الفرح الذي عشته أتمنىه بأبطار تصصي هي إذن مناسبة لباهية وتربيط على الكتف له مفزاق العمير وتخطيق لمعنى عشت مؤمنا به طيبة حياتي لا شيء أحقي في المناسبة أعرف أنني في الطريق للوصول إلى المحطة السامية بعد السبعين وهذا معناه أن معي بعض الوقت لأكتب أكثر بداية جزيلا الشكر والتقدير لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على هذه المبادرة الطيبة منتقى الشارقة للتكريم الثقافي إن هذا التكريم هو يد الله الحانية التي تربط على كتفي كي أكمل مسيرة ما بدأت وعلى هامش الحفل تم استعراض مجموعة من مجلات دائرة الثقافة في الشارقة التي بدورها تضم كتابات لبعض أولئك المكرمين هو تكريم للأدب، تكريم للشعر، تكريم للرواية بل هو تكريم للثقافة بكافة أشكالها هكذا هو ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يحتفي بدورته التاسعة هنا في القاهرة لأخبار الدار، سعيب غازيين، جمهورية مصر العربية